تارة بالطائرات المسيرة وطارة بالمدفعية تقصف القوات التركية عشرات المواقع التابعة للنظام السوري والحصيلة 19 جنديا من قوات النظام يضافون إلى 74 آخرين سقطوا في أقل من ثلاثة أيام بحسب المرسد السوري لحقوق الإنسان في عملية عسكرية جديدة أطلقت عليها تركيا اسم درع الربيع العملية العسكرية التركية تأتي في خضم توتر متصاعد بين الطرفين كان آخره مقتل 34 جنديا تركيا على يد قوات النظام فضلا عن تزامنها مع انتهاء المهلة التي حددتها أنقرة لانسحاب قوات النظام إلى ما وراء نقاط مراقبتها في إدلب القصف التركي تركز أساسا على مواقع للنظام بريفي إدلب وحلب أهمها مطار النيربي العسكري الذي خرج عن الخدمة كما تعلمون فإن عملية درع الربيع التي بدأت في عقاب الهجوم الشنيع الذي وقع في السابع والعشرين من فبراير في إدلب تستمر بنجاح ورغم الدور الأساسي الذي تلعبه موسكو في دعم قوات الأسد إلا أن أكسوي أكد أن لا نيت لبلاده في الاشتباك مع القوات الروسية فكان أن ردت موسكو بأنها لا تستطيع ضمان أمن الطائرات التركية في سوريا بعد إعلان النظام إغلاق المجال الجوي فوق إدلب بالتزامن مع كل هذا خاضت قوات المعارضة معارك مع قوات النظام في نقاط متفرقة من ريف حماه مكنتها من التقدم والسيطرة على مناطق جديدة كانت إلى وقت قريب تحت سيطرة النظام عيسى بوسوسو الحدث